هل تجوز العادة السرية والمكالمات الجنسية لتخفيف الشهوة؟ السؤال استفساري بخصوص العادة السرية عندي 20 سنة وأهلي يرفضون فكرة الزواج الآن تماما لصغر سني في وقت معين في الشهر بعد الدورة الشهرية خصوصا أكون مستطارة جنسيا جدا ولا أستطيع التحكم في نفسي هذا الموضوع يستمر لعدة أيام ولا أستطيع أن أنام بسببه وأبكي لأني لا أعرف كيف أتصرف فألجأ للعادة السرية لتهديئة نفسي وأحيانا المكالمات الجنسية أعرف أن المكالمات الجنسية حرام قطعا لكن لا أعرف كيف أسيطر على نفسي في هذه الأيام بعد الدورة الشهرية ولا أعرف كيف أشبع نفسي بنفسي بممارسة العادة السرية والتخيلات فقط لا أعرف ماذا ينبغي أن أفعل لأنها أيام صعبة علي وأحاول أن أقاوم نفسي وأتحكم فيها وهل ممارسة العادة في هذا الوقت للتخفيف عن نفسي بدون مكالمات حرام الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قد سبق وأن بينا حكم القيام بالاستمناء عند الشهوة المفرطة وقد بينا فيها جواز الاستمناء عند الضرورة كخوف الوقوع في الزنا وكذا الحال فيما إذا خشيت على نفسك المرض قال ابن تيمية في الفتاو الكبرى ونقلا عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرد وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحد رخص فيه وهذا كله فيما يتعلق بالاستمناء وأما المكالمات الجنسية فإنها لا تجوز بحال بل إن مجرد كلام المرأة مع رجل أجنبي عنها فيما يباح لا يجوز إلا لحاجة وبشرط أمن الفتنة وعليك بالاجتهاد في شغل نفسك ووقتك بما ينفع واجتناب كل ما يمكن أن يثير الشهوة بالإكثار من الصوم ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وحاول أن تتحدث مع والديك في أمر التعجيل بزواجك برفق الولين وتذكيرهما بأنك قد بلغت مبلغ النساء وأنك بحاجة ماسة للزواج ويمكنك أن تستعين بمن له وجاهة عندهما ليحاول إقناعهما بذلك والله آلم اشتركوا في القناة